إن ثقافة الإنسان لا تنحصر على زاوية واحدة في الحياة بل يجب عليه أن يثقف أو يثقف في كل المجالات وفي عبارة قرأتها لأحد الحكماء يقول فيها نحن لسنا كالحشرات نصنع شيء واحد فقط فالنحل له العسل وبعض الدود له الحرير وغيرها من الأمثلة فالإنسان يجب عليه أن يتعلم ويتعلم ويستمر في التعليم من مهده إلى لحده التعليم المالي على هو واحد من أهم متطلبات الحياة ليس للمحاسبين والإداريين فحسب بل أنه لجميع الناس فثقافة الانتخار والإقراض والإنفاق يجب أن تكون على أسس وضوابط لذا في فقراتنا هذا اليوم سنتحدث عنها بشكل مستفيد ونتحدث أيضا على الدورات التي أقامتها مؤسسة العون للتنمية بتمويل من منظمة الجيئيز نستضيف معنا المهندس بدر المشجري منسق مشروع مهارات تنمية الأعمال والتعليم المالي أهلا بك ستربي أهلا بك ستربي أهلا بك ستربي يعني صراحة من الحاجات التي استغربتها عنوان الدورات فحبينا نتعرف عليها أكثر يا علي وقلنا بنستضيف الأستاذ بدر المشجري اليوم في الأستاذ وحبينا نتعرف منه أكثر بداية حديثنا عن البرنامج البرنامج هو شراكة بين مؤسس العون للتنمية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي الجيئيزيد المشروع بشكل أساسي هو يهدف إلى تحسين مهارات تنمية الأعمال والتعليم المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر وفئة الشباب والفتيات في محافظة حضرمون ساحل وادية جميل جدا هذا هو البرنامج أكيد كانت معاكم أعداد كبيرة متقدمة لهذا البرنامج والبرنامج أيضا هو على فرعين اثنين فيه اللي هو المدة الطويلة اللي هي ريادة الأعمال والمدة القصيرة اللي هو التعليم المالي كيف كانت أليات الاختيار في هذا الجانب وهذا الجانب؟ المشروع كان يستهدف 460 متدرب ومتدربة طبعا 160 متدرب ومتدربة كانوا في ريادة الأعمال البرنامج عبارة عن 24 ساعة تدريبية مكثفة المدة 6 أيام في سيئون وفي المكلة كذلك والفرعة الثانية قمنا بتدريب 300 شاب وفتاة على التعليم المالي تعرفوا خلالها على الأهداف المالية وطرق الادخار والمفاوضات المالية وغيرها من المهارات المالية التي تعتبر مهمة الخريجي الجامعة نعم جميل جدا طيب بالنسبة للأشخاص اللي تم اختيارهم هل في كانت شروط أو شيء؟ بالفعل هي تعتبر منحة تدريبية لأن المحتوى التدريبي فيه كوكبا من المدربين الذين اعتبروا متخصصين في المجال ففئة ريادة الأعمال تم اختيار أصحاب المشاريع الصغير أو أصغر أو أصحاب الأفكار الريادية للمشاريع المشاريع المقبلة المشاريع المقبلة أو الأفكار الريادية التي فيها نسبة المخاطرة عالية ونسبة الأرباح فيها كبيرة وفيما يخص التعليم المالي تم اختيار فئة خريجي الجامعات من غير التخصصات المالية والإدارية لأعطاء أكثر فرصة للشباب من غير التخصصات الإدارية والمالية طبعا كنت أحد المتدربين في دورة التعليم المالية حقيقة كانت الدورة ثرية يعني تعرفت على أشياء يعني لازم كل شخص يكون عارف بها يكون فاهم بها طيب أستاذ بدر الأرقام كم كان عدد المتقدمين للبرنامج يعني بعيدا عن المختارين تقدم على البرنامج ما يقارب 1500 شاب وفتاح تم الاختيار حسب الأولوية وحسب المعايير التي تم مسبقا وضعها لاختيار هؤلاء المتدربين وحقيقة كان هناك قبال كبير على البرنامج ولكن المحدودية الساعة التدريبية قمنا فقط بتدريب الهدف المراد منه وهو 460 شاب وفتاح في هذا البرنامج جميل جدا جميل يعني أستاذ بدر هل تعتقد أن هذا البرنامج لو أهمية ولو مردود للأشخاص والمتدربين شي طبيعي أكيد فيما يخص مثلا رياضة العمال كثير من الشباب ينشئون مشاريع وتتعرض الفشل بسبب أنهم لا يقومون بحساب المخاطر وأساس العلمية للموذج العمل التجاري وغيره ولكن هذه المهارات التي قاموا بتعلمها تقيهم هذا الشي يعني أنهم لا ينخرطون في أشياء قد تؤدي لأخسارتهم استقبلا أو إلى نحو هذا جميل طيب أستاذ بدر خلينا سأل السؤال بطريقة أخرى ليش أنا كشاب لازم أكون متثقف ماليا بشكل عام أو مش شاب بشكل عام يعني الناس بشكل ليش لازم يكونوا متثقفين ماليا الثقافة المالية هي جزء لا يتجزء من ثقافة الإنسان بشكل عام طرق الادخار طرق الإنفاق المفاوضات المالية التعامل مع البنوك البنوك الرقمية للأسف في شباب كثير قريجين جامعات ولكن ليس لدي حساب بنك ما يعرف يتعامل مع البنك وإلى آخره وكثير من المواضيع الأخرى فالآن أصبح تياهي للبنوك الرقمية وخدمات التحويل الإلكتروني وخدمات في كل العالم وليس في اليمن فقط وهو عبارة عن تعامل الإلكتروني بحت فتعلم مثل هذه المهارات تعلم مهارات الادخار أو الويات الإنفاق كل هذه الأشياء مهمة حتى يكون للفرد دخل مستدام يستطيع أن يعيل به نفسه وإسرته ويفيد المجتمع من هوله جميل جدا طبعا يعني ما عليش يا علي السؤال بدل ما يوجه الأستاذ بدر بيوجه لك أحد الأشخاص اللي انخرطوا في هذه الدورة إيش الشي اللي استفدت منه الحد يعني من وقت ما دخلت الدورة إلى أن أنهيتها طبعا هي الدورة امتدت على مدى يومين كانت يعني بصراحة أنا بالنسبة لي أنه في شي جديد انضاف لي اللي ما كنت عارف يعني مقدار النسبة اللي لازم أدخرها كامل لازم أنا أنفقه كامل الطبيعي إن الواحد ينفق لو وصل لحد معين ده يعتبر أنه وصل لمرحلة خطر مرض بعض مصادر التوميل لو أنا أفكه في مشروع يعني مش لازم يكون أنا أجمع مدخراتي كلها وحطها في مشروع لازم في عندي يعني أولويات في عندي أشياء للطوارئ لازم يكون عندي حسابين حساب طوارئ وحساب أستخدمه بشكل دور يعني فيه أشياء يعني كنت أشوف أنه أنا ممكن أدخر في حساب واحد ولما أجي الحاجة أصرفه بشكل كامل لا فيه أشياء يعني وضع الأولويات كانت هذا أبرز نقطة الثاني شيء اللي هو موضوع مصادر التمويل للتمويل الأصغر للشباب يعني أنك تعطيشها في بداية العمر يعني فكرة عن مصادر التمويل كفية التعامل معها يعني عادة عنده طاقة ممكن أنه يبدأ مشروع ويبحث عن مصادر التمويل هذه ويدرقها كل واحد حسن مجاله واختصاره فعليا يعني هذه كانت أبرز الأشياء اللي استجدت عندي إشراك في الطالب لا ما شاء الله ما يحتاج ما شاء الله الله يحتاج طيب أستاذ بدر المخرجات للبرنامج وين ترونها وكيف تشوفونها حقيقة أحنا في بداية البرنامج يقومنا بتعريف كثير من الشباب خاصة من شباب المرحلة الأولى على مصادر التمويل وصناديق التمويل في كل من المكلف سيون كثير من الشباب كان لا يعلم أن هناك جهات تمويل طبعا بشروط معينة عبارة عن نسبة السرداد والآخر فهو يعتبر من المخاطرة أن الشخص يدخل مثلا بمبالغ تكون مثلا من حسابه الخاص فالاقتراض من هذه من صناديق التمويل هذا وبإضافة إلى تقديم استشارات منهم لأن صناديق التمويل لا تعطيك تمويل إلا إذا كان مشروع قدو جدوى فتعاملك مع هذه الجهات التمويلية هي تطوير الفكرتك أيضا بالتالي في استشاريين لديهم نحن فكنا في آخر كل يوم تدريبي نجمع المتدربين مع جهات التمويل هذا حتى يستطيعوا مباشرة التعرف على خدمات مصارف التمويل وصناديق التمويل بشكل مباشر جميل جدا وصراحة يعني من كلامكم على البرنامج تحمست وحابب أنه يعني تكون فيه هناك دورة يعني من خوف أيوة لأن صراحة يعني الواحد مننا يعني كشباب ما عنده يعني ما عنده دراية كيف يصرف أو كيف يستثمر أو كيف يرتب دخله يعني مثل هذه الدورات أنه تنفع الواحد يعني وتعطيه آلية التنظيم المالي اللي هو كلنا صراحة نفتقده فيه صراحة يعني للأشباب يعني فاشلين جدا فيه هل هناك نسخ للبرنامج أستاذ أبدا؟ نتوقع إن شاء الله في المستقبل بتكون فيه نسخ مثل هذا البرنامج لأنه الطلب كبير على نحن قبل الشباب ونحن كمنفذين المشروع نتعاون مع فئات الشباب الذين مثلا يعملون في الفترة الصباحية فقمنا بتوفير دورات في فترة مسائية أيضا مثلا دورات في يوم السبت الذي يعتبر يوم إيازة مثلا فنحاول قدر مستطاع أن نحن نرتب برنامج هذه الدورات وهذه جهود جهود تشكرون لتناسب وقت الجميع جميل جدا وجهود صراحة تشكرون عليها وسعدها جدا أنه اليوم ناقشنا موضوع مثل هذه المواضيع في برنامج يوم جديد أستاذ بدر كلمة أخيرة تحب أن تقولها نشكر كل من قام على هذا المشروع من مؤسس سلعون للتنمية والوكالة الألمانية للتعامل الدولي الجيئة وكذلك الشباب المتدربين الذي يظهرون السواء كبير من التزام والحضور وأسعدنا جدا إقبال الشباب على مثل هذا النوع من البرامج ونأمل إن شاء الله أن يكون لهم مستقبل زاهر بإذن الله بإذن الله إذن شكرا لك المهندس بدر المشجري على رحابة صدرك وقبولك للصدافة لهذا اليوم يتحدث أكثر حول الموضوع وحول التعليم المالي شكرا لك